بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنه من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل أسبوع وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون موجودة في أغلب فترات الحلقة ممكن حضراتكم تبعتلنا عليها أو أكيد ممكن أن تشوفوا محتوى أي جزء من حلقتنا السابقة بتكتبوا العنوان أو الموضوع اللي أنتوا عايزين تعرفوا عنه وبعدين سلاش أو شرطة يحكى أن دكتور محمد رفعت غالباً هتلاقوا الموضوع هذا إن شاء الله لأن احنا الحمد لله اتكلمنا في كم كبير جداً جداً من الموضوعات اللي اتهم حضراتكم إذا فرضاً ما لقيتوش الموضوع اللي بتدوروا عليه في حلقاتنا السابقة فدي برضو بتكون فرصة حلوة أنكم تبعتلنا بقى ويتنبهونا أو تطلبوا منا أن احنا نتكلم في هذا الموضوع وإحنا طبعاً بناخد تعليقات حضراتكم وأسئلتكم بكل اعتبار سواء كانت على الصفحة بتاعة البرنامج أو على صفحتي الشخصية أو على الفيديوهات اللي بتنزل في أي حلقة من الحلقات الأسبوع الماضي بدأنا مع حضراتكم رحلة كده قصيرة لكنها رحلة يعني مهمة جداً جداً ودقيقة جداً 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 كانت ضفتنا فيها الأستاذة الدكتورة ريهام حلمي استشاري طب وجراحة العيون والحول وتصحيح الإبصار بكلية الطب القصر العيني وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية دكتورة ريهام حلمي كانت ضفتنا الأسبوع اللي فات وتكلمنا الحقيقة في موضوعات كتيرة قوي وجلنا ردود أفعال يعني ممتازة الحقيقة سواء ردود أفعال جت لنا بشكل شخصي أو على الصفحات حول أهمية الموضوعات اللي اتكلمنا فيها اتكلمنا عن الحاول عند الأطفال وتشخيصه وطريقة التعامل معاه كان فيه موضوعات كتيرة قوي قوي مهمة وصححنا مفاهيم كتيرة برضو خاصة بهذا العضو أو هذه الحاسة المهمة جدا وهي حاسة البصر واللي بدعوكم أنكم تاخدوا بالكم منها جدا ولما تلاحظوا أي تغيرات أو تشكوا في أي شيء تجاهها سواء عند حضراتكم كأباء وأمهات أو بالتأكيد عند أطفالكم فأسروا الطريق وامشوا في الطريق الصح واذهبوا إلى المتخصصين في تخصص طب أمراض العيون علشان لو فيه أي مشكلة لقدر الله التعامل معها مبكرا أو بدري بيكون أفضل أفضل على كل الحالات وكل الأسعاد وفي نهاية الحلقة في الأسبوع الماضي الحقيقة طلبنا من الأستاذ الدكتورة ريهام حلمي أن نعمل جزء تاني لأن فيه موضوعات كتيرة لسه عايزين نتكلم فيها وهي مشكورة طبعا استجابة ومقدرين لها جدا هذه الاستجابة نورتينا دكتورة ريهام إزايك عامل إيه؟ إزاي حضرتك الحمد لله بنشكرك أولا على الحلقة السابقة وعلى المعلومات المهمة اللي قلتهالنا واللي حضرتك قلتهالنا الحقيقة بأسلوب مبسط ودقيق وفي نفس الوقت خلت ناس كتيرة تعرف الصحة من الغلط في موضوعات كتيرة اسمحيلي أن احنا النهاردة بقى نكمل ما بدأنا الأسبوع الماضي ونبدأ بقى أن احنا نتكلم مع حضرتك حول موضوعات أخرى برضو خاصة بالعيون ومعظم الكلام طبعا عن عيون الأطفال اللي هي يعني هم أصلا في عيوننا فعيونهم بقى تبقى جوه جوه عيوننا يعني